نكمل في اتحاد الكرة بس نروح ليه مارك كلاتنبرج كان لسه بتكلم عنه كابتن جهاد جريشا وقال انه ما شفناش فدق كبير معاه حتى هذه اللحظة في التحجيم في الكرة المصرية مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام اتحاد الكرة اقترح عليه انه يتم الاستعانة بالكابتن ياسر عبدالرقوف الحكم الدولي السابق في لجنة الحكام وبحسب اكتراح من جمال علام رئيس الاتحاد ولكن كلاتنبرج رفض الامر وقال ان انا هكتفي بالموجودين حاليا في اللجنة مش هضم اسماء وعناصر جديدة لهذه اللجنة هو حر هو حر اللجنة فيها دلوقتي كابتن محمد فاروق كابتن تامر دوري وإحمد أبو العيلة وايمن دي جيش دول الموجودين في اللجنة في الوقت الحالي وهو مش عايز يضم عناصر جديدة انا قلت الكلام دا للكابتن جهاد ومعايا هترفونه هكراره تاني تجربة كلاتنبرج محتاجينها تكمل شوية هجماعة هي برضو منظومة ما كانتش مثالية هو مش جاي على منظومة مثالية فبيحدث فيها لا هي منظومة كان فيها مشاكل عديدة من منظومة التحكيم في مصر وبالتالي اعتقد هو محتاج وقت بس بشرط يكون بيشتغل يكون بيشتغل وطبعا الشهر اللي فاده كله كانوا اخد اجازة فيه كأس العالم كان بيحلل الأداء التحكيمي فيه كأس العالم يكون بيشتغل بقى بأي طريقة ما معرفش بيشتغل كان بيشتغل ازاي بعيني للحكام ازاي لما هيرجع مصر يوم موجود هيشتغل ازاي مهم يشتغل ونسيب التجربة تاخد وقتها عشان نعرف نقيمها انا ضد دايما تقيم اي تجربة بدري بدري من اول يومين تلاتة نسيبها شوية شوية دي اللي هي ايه موسم نكمل الموسم بايه وساعتها بقى نقول ايه والله هو عمل كويس كده وما عملش كويس كده لكن من دلوقتي هنقيم بيبقى بدري اول اوش اول في رأي يعني طبعا خبراء التحكيم اكيد بيبقوا فاهمين في امور التحكيم وشايفين تفاصيلها اكتر مننا جميعا